بيبدأ فيلمنا في منطقة عرفية وبيكون فيه مخلوق غريب بيجري في المزرعة بالليل وبيدمر نص المحصول وبيختفي تاني يوم بيسحى الحج صاحب المزرعة وبتفاجئ ان المحصول بتاعه اتدمر وبيفهم ان حيوان غريب عمل كده فبينادي على اولاده التلاتة وبيقولهم ان فيه حيوان دخل المزرعة بالليل وبوز الامح عشان كده لازم واحد فيهم يحرص المزرعة بالليل وإلا المحصول هيتدمر بالكامل وبعدها بيسيب اولاده وبيمشي فبيتجمع ولاده التلاتة وبيكرروا ان يونس اخوهم الزغير هو اللي هيحرص المزرعة لان هو اصغر واحد فيهم والوحيد اللي مش متجوز وبيضطر يونس ان هو يوافق ويحرص المزرعة طول الليل وبيجهز حبله علشان يمسك الحيوان اللي بيدمر المزرعة وفجأة بيسمع صوت غريب ويتفاجئ ان حصان ضخم واقف موجود في المكان فيتأكد ان الحيوان ده اللي بيدمر المزرعة فبيحدف عليه الحبل عشان يمسكه وبالفعل بيجي الحبل في رقبة الحصان ولكن بيجري الحصان بسرعة كبيرة جدا وبيسحب يونس وراه كمان وبيكون يونس ماسك في الحبل ومش عارف يسيبه بسبب ان الحصان بيجري بسرعة ولو ساب الحبل اكيد هيتئذي ولاحظ يونس ان الحصان بينور نور قوي جدا وفهم انه هو كائن سحري فبيحاول يهديه عشان يقف فيطير الحصان ويسحب معه يونس لكن بيقع في بحيرة وبيحاول يونس يخرجه منها عشان الحصان ما يغرقش وبيحاول يونس ينقذ الحصان من الغرق فبيربط الحبل في الساقية لان الحصان ضخم جدا وانقذ يونس الحصان من الغرق وبيفك الحبل من عرقاته وبيطلب منه انه ما يبوص المزرعة بتاعة والده فبيقف الحصان على رجليه عشان يعبر له عن شكره ليه عشان انقذه وبيسيبه بعد كده وبيمشي تاني يوم يونس بيكون نايم في الليستبل وبيصحى على صوت غريب فيتفاجئ ان في حصانين وقفين في الليستبل وبيظهر حصان زغير بيتكلم وبيقوله ان هو اسمه كانيو وان هو ابن الحصان السحري اللي انقذه مبارح من الغرق وبيعرفوا ان والده بعت له الحصانين دول هدية كنوع من انواع الشكر وفي الوقت ده بيلاحظ والد يونس ان محصول الامح تدمر بالكامل فبينادي على يونس عشان يعقبه لان هو المسؤول عن حراسة المزرعة وبيكون يونس عاوز يهرب من والده وبيجي الحصان كانيو وبيركب على ظهره وبيجري بيه بسرعة لحد ما بيبعده عن المزرعة ويتفاجئ يونس من سرعته وبيقوله ان هو نس الحصانين اللي هم هدية من والده فبيستخدم كانيو قدراته السحرية وبيصفر للحصانين وبيظهروا بسرعة فبيقرر يونس ان هو يروح السوق هو وكانيو ويبيعوا الحصانين اللي معاه ويدوا الفلوس لوالده عشان يعوضوا عن خسارة محصول الامح ولما بيوصل السوق بينبهروا كل الموجودين بشكل الحصانين وبيكونوا عاوزين يشتروهم من يونس فبيشاور له الحصان كانيو على راجل عجوز قاعد لوحده وبيطلب منه يبعهم له لان هو شخص فقير واكتر واحد هيستفيد من الاحصانة دي فبيشوف يونس الاصر بتاع الملك وبيقول لكانيو ان هو هيبيع الاحصانة للملك لان هو بيحبه ونفسه يقابله وفي الوقت ده بيكون الملك واقف في الشباك وبيشوف الاحصانة بتاعت يونس وبينبهر بيهم وبينزل عشان يشتريهم منه وبيقول للوزير بتاعه ان يونس واضح عليه ان هو شخص فقير وانه اكيد سارق الاحصانة دي فبيقمر رجالته ان هم ياخدوا الاحصانة منه وبيكرر ياخدهم من يونس بدون مقابل وبيحذروا ان هو لو يتكلم وكرر يقتله فبيتدايق هنا الحصان السحري وبيفهم ان الملك ده شخص ظالم فقرر ينتئم منه بطريقته السحرية فبيصفر الحصان للاحصانة والاحصانة بتجرب بسرعة رهيبة جدا والملك بيكون في العربية لحد ما بتتقلب بيه فبيقع على شكير الدقيق فبيضحك عليه يونس قدام الناس والملك بيتدايق منه جدا عشان ضحك عليه قدام الناس وقرر الملك بينه وبين نفسه ينتئم من يونس بس مش قدام الناس والمفاجأ انه قرر يدفع ليونس فلوس مقابل الاحصانة عشان الناس ما يفتكروش انه ملك ظالم والمفاجأة هنا ان يونس قال له انا مش عايز فلوس بس تشغلني عندك في القصر وبيوافق الملك وقرر يشغله حارس في القصر ودي فور صوجات للملك عشان ينتئم من يونس على اهانتوليه لما دحك عليه قدام الناس ولما الملك بيرجع الاصر بيشوف يونس وهنا بيكرر ينتئم منه فبيقترح عليه الوزير بتاعه انه يكلف يونس بمهمة صعبة جدا ولو ما عملهاش يعدموه بتهمة عدم تنفيذ اوامر الملك والمهمة دي ان يونس يجيب طائر النار الاستوري اللي محدش شافه اساسا فبيعجب الملك هنا بفكرة الوزير بتاعه وبيوافق عليها وهنا بيستعد يونس للمهمة بتاعته بكل حماس وبيقول للحصان السحري انه هو لازم يجيب طائر النار الاستوري وإلا الملك هيعدمو فبيقول له الحصان انه هو ما بيحبش الملك ده لانه ملك ظالم وبيستولى على املاك الفقرة وبيعرف يونس ان المهمة صعبة جدا لان طائر النار قوي جدا وعنده قدرات سحرية وبيقدر يتحكم في النار فيونس بيقول للحصان من تأكيد هتساعدني في المهمة دي لان الموضوع متوقف عليه حياتي وبيوافق الحصان وبيروحوا بعد كده للغابة عشان ياخدوا منها فكهة الجوز اللي بيحبها طائر النار وبيقترح عليه انهم يحطوا مخدر في الجوز ده عشان طائر النار يغم عليه اول ما يقولها وبكده يعرفوا يصطادوا طائر النار من غير اي مشاكل وبالفعل بياخدوا الفكهة دي وبيروحوا المكان طائر النار واول ما بيوصل بيرمي يونس الفكهة على الارض عشان يشمها الطائر وبيخرج الطائر من تحت الارض وبياكل الفكهة وهب بيغم عليه وبيفرح يونس جدا وبيروح عشان ياخد طائر النار لكن بيتفاجئ انه بيفوق مرة تانية ويونس بيطلع يجري والطائر بيجري وراه لكن الحصان بيحمي يونس وبيدفع عن صاحبه لكن الطائر بيفضل يجري وراهم وبيحصرهم لكن شاف فكهة مع يونس فبيشاورله عليها عشان يدهاله فبيرمهاله يونس على الارض واول ما بيكلها طائر النار هب بيقع في المية لان الفكهة طبعا فيها مخدر وبيفقد وعيه وبيستغل ليونس الفرصة دي وبيربطه بسلسلة ولكن يونس شاف طائر النار بيعيط وقاعد حزين فبيحص يونس بالزنب وبيفك السلاسل من عليه وبيتحول هنا الطائر لنار وبيطير وبيحدف ليونس ريشة من جسمه كشكر ليه عشان حرره فبيقول له هنا الحصان السحري انه هو سعيد جدا بيه عشان قلبه طيب وبيحس بمشاعر الحيوانات ولكن بسبب انه هو حرر طائر النار الملك هيعجبه وهايعدمه فبيعرفوا يونس انه هو هيدي للملك الرشة بتاعت طائر النار عشان يثبت له انه هو قدر يصطاده ولما بيرجع يونس للملك بيؤمر الملك حراسه انهم يعدموا يونس قدام كل الناس بتهمة الكذب وعدم تنفيذ اوامر الملك فبيحكوا له يونس كل اللي حصل وبيوري للملك الرشة بتاعت طائر النار ولكن بتفاجئ ان هي تحولت وشكلها بقت رشة طبيعية فبيضحك على يونس كل سكان المدينة وبيطلب الملك تنفيذ حكم الاعدام ولكن فجأة بترجع الرشة النار مرة تانية وبيظهر طائر النار في المدينة وبينقذ يونس في اخر لحظة فبيشوف كل سكان المدينة طائر النار وبيكونوا منبهرين بشكله جدا واخيرا بيصدقوا يونس وبيهتفوا باسمه على انه بطل لانه قدر يصطاد طائر النار فبيتضيق هنا الملك اكتر وبيضطر ان هو يرأي يونس قدام الناس عشان محدش يعرف ان هو كان عايز يتخلص من يونس ويقتله ولما بيرجع الاصر بيجتمع هو والوزير بتاعه عشان يدوروا على خطة جديدة يتخلصوا بيها على يونس وبيقول الملك ان الناس بدأت تحبه وخايف يسرق منه الحكم فبيقترح عليه الوزير بتاعه انه يبعت يونس لمهمة جديدة وتكون صعبة التنفيذ والمهمة ان الملك يبعت يونس لملكة التلج عشان يقنعها ان هي تتجوز الملك وبيأكد له ان يونس هيفشل في المهمة دي لان ملكة التلج منعزلة في الاصر بتاعها ورفضة ان هي تتجوز نهائي وساعتها هتكون دي فرصته عشان يتخلص من يونس وبيبعت الملك نداء ليونس عشان ينفذ المهمة دي وتاني يوم بيروح يونس وصديقه الحصان لقمة الجبل لان قصر ملكة التلج موجود هناك وبيتفاجأ ان القصر مقفول بباب سحري مصنوع من التلج فبيستخدم يونس الريشة بتاع الطائر النار ولانها من نار بيتكسر فعلا باب التلج ولكن بيخرج من الباب مية كتير جدا وبيقع الحصان من على الجبل والحصن الحظ ما بيحصل لش حاجة وبعد شوية بيدخل يونس القصر وبيلاقي مجموعة بنات نايمين وبيكون مش عارف مين فيهم الملكة والريشة بتروح لوحدة منهم وبيعرف يونس ان هي دي ملكة التلج وبتكون اسمها كريستي وبيقول لها يونس ان الملك بعته هنا عشان يعرض عليها الجواز وبترفض وبتقول له الملك لو كان شجاع كان اجا لها هو بنفسه وبعدها بتخرج من القصر وبتنط من على الجبل عشان تهرب من يونس وبيروح يونس وراها عشان ينقذها وبيشوفوا الحصان وبيستخدم كدراته السحرية وبيطير بسرعة وبينقذهم هما الاتنين في اخر لحظة وبييجي الليل وبيروحوا الغابة عشان يرجعوا المدينة وبتكون كريستي نايمة فبيلاحظ الحصان ان صديقه يونس اعجب بيها فبيتكلم معها على انفراد وبينصحوا يبعد عنها لانها هتكون مرات الملك ولو الملك عرف ان اعجب بيها ممكن يقتله فبتصحى كريستي وبتسمع كلامهم وبتستغرب جدا ويستنوا الجزء التاني من الفيلم في الفيديو اللي جاي ما تنسوش يا حلوين الاشتراك في القناة واللايك والكومنت الحل